يعني في أكثر من كلمة إلها وظيفة OPPOSITION والكلمة الثانية إلها وظيفة OPPOSITION هي كلمة HOWEVER بيصير لهو بعض الأحيان متأكد مليار إنه كل واحد حضر الفيديو هذا وأكمله فهم القطع وحطه بجيبته الآن هذا الشيء نفسه اللي حكينا عنه أنا إياكم اللي هو موتيف اللي هو نفس الشيء INSPIRATION هذا النوع من الجمل القصيرة الآن هي جمل مغرية لأسللة الاقتباس بسم الله الرحمن الرحيم طلابي رب يعطيكم الصحة والفعافية اليوم بدنا نبدأ نوياكم بقطعة وقطعة مش حي الله قطعة يعني قطعة تعتور من أهم وأدسم القطعة الموجودة عندنا في الوحدة الأولى فبالتالي لازم نشرحها صح ولازم نشتغل عليها صح واللي أهم من هيك لازم نطلع على كل الأسئلة الإضافية اللي أنا حطيلكم إياها اللي إن شاء الله راح تغطي كل أفكار القطعة شو ملف ودار الآن راح يجيب نفس الأسئلة إن شاء الله بسم الله الآن جماعة الخير عنوان القطعة ميكينج كونتاكت أي عمل تواصل ميكينج كونتاكت أي بمعنى عمل الآن تواصل الآن القصة سريعا جدا هيك موجز عنها الآن في عنا أختنا جين الآن هي عبارة عن عالم طبيعة الآن كان عنده اهتمامات كثيرة إنها تتمكن من معرفة إنه فيما لو الحيوانات الآن في تواصل بينهم وبين بعض أو إذا إحنا كبني آدمين نقدر نتواصل مع الحيوانات الآن جماعة الخير الآن طلعت هاي العالمة وراحت على أفريكا يعني إفريقيا الآن وهي هناك وهي هناك الآن كان احتكاكها بشكل مباشر أو دراستها أجريت على اللي هو مين الشمبانزيز اللي هو القردة الشمبانزيز الآن ومن وراء هاي الدراست طلعت بمعطيات معينة واللي هو نتائج معين رح نتعرف عليها إن شاء الله ولكن اكتشفت اكتشفت إنه فعلياً قردة الشمبانزيز عندهم القدرة أنهم يتواصلوا مع بعضهم البعض زائد والأهم عندهم المقدرة أنهم يستعملوا مع الدات عشان يقضوا حاجاتهم بشكل يومي هذا الشيء كان مش سهل ويعني هذا الشيء خلى الناس الآن تغير فكرتها اتجاه الحيوانات إنه الحيوانات إنه مش إشي بس عادي خلص ما بحكيش ولا بسويش ولا بعمل إشي لا بالعكس الحيوانات الآن عندها القدرة أنها تتواصل مع بعضها البعض ومع البني آدمين ونشوفنا كثير أفلام تحكي شغلات زيك أو بتحكي هاي الفكرة وهذا الشيء ما إجا من عبد إجا من واقع ودراسات علمية الآن أجريت من قبل فالجماعة الخير في عنا ميكين كونتاكت ميكين كونتاكت هي المقصود فيها عمل تواصل الشخص اللي كتب هاي المقالة وهذا التقرير هو عامر أصمر عامر ما له أصمر مش هو أصمر هو عيلته أصمر قصدي تمام يلا الآن جماعة الخير بسم الله بحكي لي هون نحن نعلم نحن نعلم بعض الحيوانات بعض الحيوانات إذن إحنا بنعرف أنه بعض الحيوانات understand بمعنى تفهم أنه بعض الحيوانات ما لها بتفهم الآن أخواني لازم أنا وإياكم نتعامل مع بعض في القطعة على أساس أنه ممكن يجيب لي مرادفات لكلمات معينة تحديداً إذا هذا السطر ممكن يجعلي سؤال كيف يعني يعني كلمة زي كلمة understand تأتي بمعنى تفهم بس الكل لازم يكون واعي وعارف أنه تأتي أيضاً بمعنى follow حسب سياق الجملة يعني إحنا كلنا بنعرف أنه بعض الحيوانات بتفهم أي بمعنى أنها تتبع اللي هو تعليماتنا كبري آدمين يعني تفهم تعليماتنا معنى تتبع تعليماتنا بناء على فهم فبدي إياكم مبدئياً تعرف أنه كلمة understand إلها مرادفة ومرادفتها هي كلمة follow فالآن بحكينا أنه بعض الحيوانات مش كلهم بعض الحيوانات بتفهم وتتبع إشي اسمه basic instructions يعني تعليمات ما لها الآن basic يعني أساسية إذن بعض الحيوانات بتقدر تتبع بعض التعليمات الأساسية الآن وهذا الشي يسمح لي allowing بمعنى يسمح لي اللي هو travelers المسافرين يسمح لمين؟ للمسافرين to control أي بمعنى أن يسيطروا على إذن to control يعني يسيطروا على ممتاز إذن فهم الحيوانات لبعض التعليمات هذا الشي بسمح للمسافرين أنهم يسيطروا على الhorses الأحصنة والcamels على سبيل المثال يعني for example هسا أخواني الآن لما نيجي نطلع على السطرين ونص هذول السطرين ونص أنا أنا كأحمد لما تمعنت فيهم قدرت أطلع على الأقل بأربع أسئلة تعالوا نسمعهم أول أنواع الأسئلة اللي لازم تعرفوها اللي تعرفنا عليها من قبل هي أسئلة الاقتباس لما يبدأ السؤال بcode لما يبدأ السؤال بcode the sentence أنا كاتب السؤال رح أوديكم عليه كمان شوي لما يقول لك اقتبس الجملة يعني وين هل الجملة اقتبس الجملة يعني code يعني وين هل الجملة فبيقول لك وين هل الجملة اللي بتحكي إنه بعض الحيوانات تتبع تعليمات الناس وينها إذن هيها الجملة كلها الحلو في الموضوع بأسئلة الاقتباس كلكم فهم إنه الآن تبدأ لازم تبدأ الجملة بحرف capital وتنتهي عند نهايتها بنقطة يعني لما يقول لك اقتبس الجملة اللي بتقول إنه في بعض الحيوانات فعليا تفهم على تعليمات البني آدمين معنى تباوخذ الجملة من أولها لآخرها وهذا سؤال اقتباس وهس رح نشوف كمان شوي ولكن سؤال رقم اثنين لو اجي علي من زاوية ثانية وسألك كالتالي قالك شو النتيجة من وراء إنه شو النتيجة من وراء إنه بعض الحيوانات تستطيع فهم تعليمات أساسية النتيجة من وراء ذلك إنه allowing travelers إنه النتيجة هي تسمح للمسافرين أن يسيطروا على إيش على اللي هو الأحصنة والكاملز اللي هم راكبين عليها ومسافرين عليها ممتاز إذن هاي نقطة رقم اثنين لأن لو أجي مثلا سؤال كثير مباشر وبسيط جدا لو قلت لك أذكر أمثلة على بعض الحيوانات التي تفهم هتقول لي أحمد اللي هم الهورسز وحتحكي لي هم مين هم الكاملز فشوفوا مدى بساطة هذول السطرين ونص ولكن ما بنستهين فيهم سطرين ونص مش قلال طلعنا بثلاث أسئلة ممتازات الآن أرجع أعيد السطرين ونص بشكل سريع عشان نقفز أنا وإياكم على مين على الأسئلة الإضافية اللي أنا حطيتهم وتشوفوا صيغتهم بشكل وزاري الآن بحكي لي نحن نعلم مين هم نحن يا ترى النحن يا صبايا ويا الشباب قد تكون اللي هم القراء الناس اللي بتقرأ أنا وإياكم اللي إحنا مين اللي إحنا نفسنا نفسنا people اللي إحنا نفسنا شمالنا people معنا تقول اللي هون نحن إحنا بنعرف مين إحنا الناس إحنا البني آدمين أو إحنا الناس اللي بنقرأ فلو قلت لي readers صح ولو قلت لي people برضو كمان صح فبالتالي ضمير ال we يعود على readers أو people نحن نعلم أن بعض الحيوانات ركز معاي بعض بعض some some animals مش كلهم بعضهم يفهمون basic instructions تعليمات ما لها أساسية فهمهم لهاي التعليمات الأساسية في من وراء نتيجة إيش يعني نتيجة نكتب عنا هون consequence consequence يعني نتيجة أو ممكن أقول لك result result برضو بمعنى إيش نتيجة شو النتيجة أو النتيجة اثنيناتهم معناهم نفس الشي شو النتيجة أو النتيجة من وراء أنه بعض الحيوانات تفهم basic instructions بتقول لي أحمد allowing travelers to control their horses or camels for example إلا لو حكالي طب أذكر examples أذكر examples أعطيني أمثلة أعطيني أمثلة examples أذكر أمثلة بقول له horses وبحكيله مين camels هذا الشيء الآن بدنا نشوفه أنا وياكم موثق طبعا هاي النسخة الآن ما بتحضر الحصة بتبعث لي عشان أبعث لك أنا الملف الوراي لأن لاحظ السؤال الأول شو بيقول لي بحكي لي quote that sentence which shows that تعلمنا أنا وياكم من عند quote لعند الذات هاي كلها صيغة مين هاي كلها صيغة اللي هو صيغة سؤال الاختباس إذن صيغة سؤال الاختباس يا صبايا شو هي أو شباب لأن تبدأ بquote الآن لعند الذات هاي كلها اللي هون معناها اقتبس الجملة التي تظهر أو تبين يعني شو الجملة اللي معناها شو الجملة اللي معناها animals follow الحيوانات تتابع وحكينا كلمة تتبع بالقطعة هي مرادفة لكلمة understand إنه الحيوانات تتبع يا بيقول لك human's instructions أو بيحكي لك people's instructions يعني تعليمات الناس أو تعليمات البني آدمين وين الجملة اللي بتبين إنه الحيوانات تتبع وتفهم تعليمات الناس أو تعليمات البني آدمين الجملة اللي بتحكي هذا الكلام هي أول جملة قرأناها والجملة الوحيدة اللي قرأناها كلها اللي أنا هاي بجيبها وبحطها الآن في اللي هو دفتر الإجابة ممتاز هاي السؤال هاي السؤال هي السؤال الأول تمام الآن نيجي على السؤال الثاني طب نيجي على السؤال الثاني السؤال الثاني شو بيحكي لك what is the consequence لاحظ الآن حكينا عن كلمة consequence قبل شوين وياكم إنه كلمة consequence تأتي بمعنى نتيجة وresult تأتي بمعنى نتيجة فيا بيجيب لك هاي يا بيجيب لك هاي بيقول لك what is the consequence أو بيحكي لك what is the result تمام حسنا بيقول لي شو النتيجة من وراء كلمة من وراء من وراء تأتي بمعنى from أو behind يعني بيختار يا إما هاي يا إما هاي وإخواني لازم نتعلم هاي الكلمات لأنه أنا وأنتو عارفين أنه يا رح يستعمل هاي يا هاي فلازم أن أكون جاهز للسؤال عشان أقدر أفهمه إذا فهمت شرح القطع معاي وعارف شو السؤال بده بالطول الإجابة وإنت مرتاح فلما يجي يحكي لك what is the consequence from أنا حاب أختار هذول الكلمات animals understanding اللي هو أن الحيوانات تفهم شو النتيجة من وراء أنه الحيوانات تفهم humans instructions تعليمات البني آدمين شو النتيجة حكينا allowing travelers السماح للمسافرين to control أن يسيطروا على يسيطروا على مين على their horses أحصنتهم والcamels اللي هي الجمال الخاصة بهم الآن على سبيل المثال يعني for example فبروح بكتبلوا إياها من هون allowing حتى نهاية إيش نهاية الجملة ممتاز الآن جماعة الخير ننتقل على السؤال الثالث السؤال الثالث لاحظ بيقول لك بس ركز معاي ركز معاي هس إحنا قلنا give an example أعطيني مثال بس ما قال لك أعطيني مثال على الحيوانات اللي تفهم هون الآن بيحكي لك أعطيني مثال of how animals كيف الحيوانات كيف الحيوانات follow تتبع احكي لي مثال كيف الحيوانات تتبع تعليماتنا بالله عليكم الحيوانات كيف تتبع تعليماتنا ابتسمح للمسافرين أن نسيطر عليهم انتهى الموضوع خلاص إذن نفس الإجابة allowing travelers اللي هو to control their horses and their camels طب لو قال لك أحمد على سبيل المثال أعطيني مثال على بعض الحيوانات that understands والتي تفهم basic instructions أعطيني مثال على بعض الحيوانات والتي تفهم الآن اللي هو أيش تعليمات الأساسية الآن بقوله horses وبقوله من camels فهيكي طلعت بأربع أسئلة شوف سطر واحد الآن أول جملة طلعنا فيها بأربع أسئلة مش سهلين وعندنا أول ثلاث أسئلة اللي هون هضل عن جد أسئلة بيجيسوا مستوى فهم الطالب للقطعة الآن إذا شريحت إلوه بشكل ممتاز ممتاز الآن ننتقل أنا وإياكم على بداية الفقرة الثانية في بداية الفقرة الثانية هون شو بيحكي لي but although ولكن بالرغم من ذلك يعني بالرغم من كل الكلام اللي حكيناه فوق بيحكي لي some of the more intelligent animals بعض الآن some بمعنى بعض إذن بعض the more intelligent animals أكثر أكثر الحيوانات ذكاء أكثر الحيوانات ذكاء لأنه هذا الشيء كلنا إحنا عارفينه إنه الحيوانات في بعض الحيوانات فعليا عندها ذكاء أكثر من حيوانات أخرى فكنا نحكي عن البيسيك إحنا الحيوانات العادية ولكن هنا بيحكي لي بالرغم من ذلك بعض أكثر الحيوانات ذكاء can figure out باستطاعتها can بمعنى باستطاعتها figure out بمعنى أن تفهم كلمة مراد فلألها هي كلمة شو understand understand منتاز إذن بعض أكثر الحيوانات ذكاء باستطاعتها أن تفهم what we want them to do ما الذي نريده منهم أن يفعلوه ما الذي نريده منهم أن يفعلوه الآن نريده من نريده نحن يعني الـ people يعني الـ people إحنا بنطلب هاي الحيوانات الذكية شغلات معينة هم يعملوها مين هم الهمة اللي هم sum of the more intelligent animals إذن ضمير الذن اللي بوجهة نظري أهم ضمير بالقطعة كلها هذا الضمير يعود على الكلام اللي فوق مع مين إحنا قاعدين نحكي مين بدنا إياهم يعملو لنا اللي بدنا إياهم يعملو لنا هم بعض أكثر الحيوانات ذكاء نحن ما حدد شوهن الحيوانات ولكن هو أعطاهم صفة أكثر الحيوانات ذكاء مش كلهم بعضهم ممتاز فمعناة ضمير الذن اللي هون يعود على sum of the more intelligent animals ممتاز هسا في جزء يقول لك طب أحمد intelligent animals صح بس أنا بحب أكون دقيق لأن أنا ما بعرف إذا السؤال كان محوسب في امتحانك لازم الطالب يراعي هاي النقطة الآن امتحان محوسب معناة ممكن نجيب لك إجابة كاملة فإذا بدك تأخذ نص إجابة رح يكون عندك خلل يوم امتحانك فدير بالك ممتاز نرجع نحكي الآن من أولها ولكن بالرغم من ذلك بعض أكثر الحيوانات ذكاء باستطاعتهم باستطاعتهم منهم اللي هم بعض أكثر الحيوانات ذكاء باستطاعتهم يا جماعة الخير أنهم يفهموا ما الذي نريده منهم ما الذي نريده منهم ما الذي نريدوه الفعل want want بمعنى نريد طبعا نحن نريد فبالتالي ما الذي نريده منهم أن يفعلوه to do بكمل بقول لك we have long نحن طبعا نحكي عن حالنا we have long assumed assumed بمعنى اعتقدنا assumed بمعنى اعتقدنا بحكي لك we have long assumed اعتقدنا طويلا يعني هون long بمعنى طويلا يعني اعتقدنا لفترة زمنية من زمان ونحن نعتقد هذا الاعتقاد هي هكا المقصود فيها إذن we have long assumed that communication أن التواصل communication بمعنى أن التواصل with and between مع and ما بين إذن من زمان ونحن بنعتقد أن التواصل مع أو ما بين الحيوانات الحيوانات must be limited الآن أن يكون محدودا أن يكون محدودا إيش معنى الكلام هذا والجملة هاي يا أحمد إخواني الآن كثير مننا من زمان زمان إحنا بنحكي الآن عن مثلا 50 60 70 سنة لما بلشوا العلماء يفكروا ويكتشفوا شغلات زي هيك من زمان وإحنا بنفكر أنه طرق التواصل ما بين الحيوانات أو مع البني آدمين والحيوانات وشي محدود يعني إشي عادي ما أظنش فيه إشي إضافي أو إشي جديد أكثر من اللي إحنا بنعرفه هيك بنفكر كنا كنا نفكر الحيوانات مع بعض هالبعض وبتفهمش إشي يعني ماشيين هيك على السبحانية وإحنا كبني آدمين خلص متع المين طول عمر ندما ساكننا العصائي ضربنا فيها الإحصان زي هيك أو مثلا الكامل اللي هو الجمل اللي هو خلص بيرد بيروح على اليمين أو بيروح على الشمال هذا كل كل شي كنا نفكره We have long assumed اعتقدنا من زمان إنه هذا الكلام زي هيك إنه طرق التواصل بيننا وبين الحيوانات محدودة وطرق التواصل ما بين الحيوانات نفسهم بينهم وبين بعض برضو فكرناها محدودة ولكن هذا الشي أكيد مش صح أكيد ماله مش صح قبل ما أدخل بالسطر اللي بعده ضروري أنوه على أحد أهم الكلمات اللي لازم أنا وياكم نعرفها هي كلمة although جماعة الخير كلمة although هاي اللي هون شايفينها الآن معناها وبالرغم من ذلك شو معناها وبالرغم من ذلك الآن هاي الكلمة تحديدا تحديدا إلها وظيفة لغوية هاي الوظيفة يا إخواني نسأل عنها الآن شو يعني كلمة وظيفة يعني function function الآن كلمة function هاي اللي هون معناها وظيفة إذن لو إيجي يوم من الأيام وقال لك شو الوظيفة شو الوظيفة الآن بدي أقوله هاي الكلمة وظيفة معناها function فشو ال function شو ال function من استعمال although يعني ليش الكاتب استعمل كلمة although طب أحمد رجل أخلني في الكاتب مو أخواني هذا الشي نبني عليه لقدامنا وياكم الآن إحنا زي ما أخذنا من قبل كيف لما بلشنا مادتنا وبدأنا الشرح في شغلات معينة جزء مننا كان يقول أحمد هاي داخلة معنا صح بقول لك آه ونكتشف إنها كانت جزء من قطع جزء من تدريبات جزء من كذا لملمت المادة اللي إحنا اشتغلنا عليها لأن ما كانت عبث بالعكس لأن كل شي بعطيك ياه هو تمهيد للي قدامه فبالتالي يلا although لو سؤلنا عن function تبعها كلمة واحدة ما في غيرها لو حد قال لك شو الفونكشن تبع although بتقول له although بتبين إشي اسمه opposition opposition ممتاز إذن شو وظيفة although وظيفة although opposition شو الفونكشن تبع although هو opposition شو الفونكشن تبع although هو رح تسمعوني كثير أسأل عنها حسن في أكثر من كلمة في أكثر من كلمة الآن بتحمل نفس function تحمل نفس الوظيفة يعني في أكثر من كلمة إلها وظيفة opposition والكلمة الثانية إلها وظيفة opposition هي كلمة however لاحظ يعني أكيد أحمد اللي بتعطينا يا مش عبت أنت قاعد تعطينا معلومات فعليا رح نستفيد منها في منهاجنا أكيد أخواني لأن الشغلات لما تكون متكررة يعرف أنه نسأل عنها زي وزي أي منهاج ثاني للمناهج اللي قبل مليان شغلات نفلناها وكانت فعليا تيجي في الامتحان وجزء كان يتساب يقول لك هاي مش موجودة في التدريبات أوكي مش موجودة على راحتك إذا كمّل معي كمّل أنت حر بدكاش خلاص روح عند حال ثانية أنا ما عندي أي مشكلة ولكن بالنهاية كلمة however هي نفسها although اثنيناتهم معناهم وبالرغم من ذلك واثنيناتهم لهم function شو الفنكشن تبع الكلمتين هو opposition ممتاز الآن بعد ما حكالي أنه بعض أكثر الحيوانات ذكاء فعليا عندها القدرة أنها تفهم شو إحنا بدنا منهم حكينا أنه إحنا من زمان اعتقدنا أنه التواصل مع الحيوانات أو ما بين الحيوانات كنا نعتقد أنه شيء بحدود شيء يعني إشي عادي عادي ما أظنش أنهم زينا مثلا يتواصلوا معنا بلغات وكذا وإلى آخره however بالرغم من كل الكلام هذا اللي حكينا شو بيحكينا thanks to the work الشكر يعود لي الشكر يعود لي thanks to الشكر يعود لي the work العمل done by الآن الذي تم من قبل the naturalist عالمة الطبيعة عالمة الطبيعة وحدة اسمها جين جوديل جين جوديل يا جماعة الخير هي اللي أنا حكت لكم عنها في بداية الفقرة جين جوديل هي الشخصية اللي رح تروح على أفريكا يعني أفريقيا والآن وتحاول تعمل دراسات وأبحاث الآن تستنتج شغلات كثير حلوة ومنطقية فالآن thanks to the work شكرا للعمل الذي أتمته وتم من قبل العالمة الطبيعة جين جوديل since the 1960s منذ الستينيات منذ إيش منذ الستينيات طيب الآن منذ الستينيات بتحكي now we should take the possibility يجب أن نأخذ الاحتمال يجب أن نأخذ we should take يجب أن نأخذ the possibility الاحتمال الآن seriously يعني بخطورة أو بجدية خلينا نحكي بجدية أفضل الآن بجدية يجب أن نأخذ الاحتمال بجدية طب أي احتمال اللي لازم نأخذه بجدية يا أحمد هاي من هون الاحتمال إذن تبدأ من هون إنه بعض الحيوانات شو مالها can both باستطاعتها can both شو بتقدر هاي الحيوانات بحكي لك can both باستطاعتها take in what we are saying وget across اللي هو complex ideas إذن عندي نقطتين رئيسيات نقطة رقم واحد تبدأ من عند take in تبدأ من عند take in ونقطة رقم اثنين اللي هي get ايش get across اخواني اخواني الان هسا في شغل اشتغلته هاي العالمة عملت بحث معين اجرت بحث معين بناء على الشغل اللي عملته في الستينيات هذا البحث اللي عملته طلعت باحتمالين طلعت باحتمالين وحكالي هذول الاحتمالين لازم يكون ماخذينهم بجدية مش مزح الموضوع طب احمد ليش مزح الموضوع لانه اكتشفت goodale اللي هي jane jane اجت واكتشفت شغلتين مش سهلات تخيلوا بالله عليكم اجي اقولكم انه هاي الحيوانات اللي درستها او عملت عليها دراساتها باستطاعتها هاي الحيوانات انه take in اي بمعنى تفهم take in يعني تفهم يعني to understand take in يعني تفهم what we are saying ما الذي نقوله ما الذي نقوله يعني بالله عليكم مثلا مثلا اكون قاعد احكي انا وزميل للي ويكون مثلا مربين بسة وتخيل انا بدي احكي له سر معين او اجي احكي شغلة معينة والبسة بتكون فاهمة شو اللي احنا بنحكي هس مبدئيا يمكن للبعض مش هالاشي العظيم بس اخواني في علم في شغلات بتتطور في شغلات معينة الان ممكن هذا النوع من الحيوانات يعني مثلا لما نجد نحكي عن القردة هس البسة ما بتأثر بس القرد القرد بيأثر هس هتقول لي كيف الان في اشكال كثير روح احضر فيلم الايبس رح تفهم ليش القردة بتأثر لان القردة ممكن تأثر اذا انت حكيت شي معين وفهم شو اللي انت بتقولو ومش بس هيك الاخطر من هيك انه اي بمعنى انها تستطيع انها كمان تفهم برضو كمان بمعنى انها تفهم ايش اللي هو افكار معقدة افكار شو ما لها معقدة طبعا هاي الشي مش على كل الحيوانات اخواني على جزء من الحيوانات وتحديدا الانتليجنت يعني الذكية فالموضوع هون عشان هيك بقولك هاي الاحتمالات اللي طلعت فيها جين من وراء الwork اللي عملته من وراء العمل اللي قامت به يعني من وراء ابحاث اللي قامت فيها لازم احنا we should take the possibility seriously لازم نوخذ هاي الاحتمالات اللي نتجت من وراء دراسات جين لازم نوخذ ها بجدية لان الموضوع مش ايش مش مزه طب طب اللي نلاحظ انه فقرتنا وقفت لهون ولكن قبل ما ادخل بالاسئلة الاضافية المعنية بهاي الفقرة لازم انوخ على جزئية ال 1960s هاي اللي هون هسا جماعة الخير 1960s الان هاي جزئية مهمة جدا لازم الطالب يعرف انه لما اقول انا في عام 1960 واوقف يعني انا قصدي عام 1960 بس لما اقول لك انا بالستينيات بالستينيات انا مقصود فيو هون هو العقد يعني انا هون اقصد ما بين 1960 الى عام 1969 هيك قصدي معناته الان لما اقول لك بالستينيات انا فعليا بوصف مدة زمنية قديش 10 years مدتها عشرة سنوات اذا انا لما اقول لك 1960s وجود الاس اعتبرها يا سيدي زي كانها اس الجمع اس الجمع تبعت السنوات اذا اذا لقيت انت سنة ومعها اس اعرف انه المقصود فيها اللي هو العقد العقد اللي هو ايش اللي هو العشر سنوات اذا 10 years يعني عقد الان بالانجليزي بهمني يعرفها كلمة decade كلمة ايش decade تأتي بمعنى عقد فلما اجي اقول لك during the decade اي decade قصدي اللي هو 1960 حسب طبعا اكيد اللي هو شرح القطعة فاذكروا 1960 ومعها اس هي المقصود فيها من عام 1960 ل69 هاي المدة زمنية قديش اللي هي عشر سنوات الان بالعربي شو يعني عقد العقد اصلا مدة عشر سنوات طب بالانجليزي احقوها معي ممتاز 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 تعالوا نشوف الاسئلة المعنية بهاي الفقرة يلا في الفقرة هاي جماعة الخير في عنا اسئلة اضافية اكيد الان السؤال الاول شو كلمة الورك لما قال لي the work done العمل الذي تم the work done العمل الذي تم بس اخواني لازم تعرفوا انه قصده في كلمة work هو نفس الشيء قصده في كلمة research يعني هو العمل هو المقصود في البحث يعني عالم الطبيعة شو راح تسوي غالك تشتغل راح تعمل ابحاث يعني فبالتالي بنقول لك work هو المقصود فيها research فبحكي لك البحث done by والذي تم من قبل العالمة جين جوديل في الستينيات had some serious possibilities كان في احتمالات خطيرة ومهمة that we should consider والتي يجب علينا والتي يجب علينا consider ان نأخذها نأخذها بعين الاعتبار اذا كلمة consider معناها ان نأخذها في عين الاعتبار او نأخذها في الاعتبار يعني طيب ممتاز اذا شو هما الشغلتين الاحتمالين اللي طلعت فيهم جوديل اللي هي جين شو هما الاحتمالين الاحتمال الاول كان الموضوع انه ممكن يفهم وكل شي بنحكي والموضوع ذكروا موضوع البسة اكيد انتو علقتوا انه كيف البسة تتفهم احمد وتشكل خطورة على احمد يا عمي احمد شخص عنده معلومات حساسة يمكن عن جدة تشكل عليه خطورة ملكوش دخل المهم اذكروا موضوع البسة عشان من انساش طبعا القطعة بتكون قدام عيوننا بس احنا بدنا نتذكر تمام اللي هو تفهم شو اللي احنا قاعدين بنحكي هاي نقطة رقم واحد هاي اول احتمال او مثلا اذا بتشوفوا بالفيديوهات تعرفوا هاي اللعبة المربعات المكعبات اللي قدنا نحرر فيها زي هيك ما مرة عليك وقرد بحلها معقدة لبعض الناس ما بعرف يحلوها ولكن هاي قرد وحلها صح صح طيب الان جماعة الخير هاي السؤال الاول المعني بالفقرة هاي تعالوا نشوف لنا سؤال ثاني الان بحكي لك what does the underlined word this بدأتأكد لك انه هاي this لا اذا هاي لسا اذا خلينا نشوف إذا this هاي معنية بالفقرة هاي ولا نرجع فقرتنا الان لما حكي لنا هون نتأكد عندي هون this 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 لا مش موجودة ممتاز معنية هاي معنية بالفقرة اللي بعدها معنية بالفقرة اللي بعدها معنية بالفقرة آخر تأكيد يس آخر تأكيد ممتاز الان جبعة الخير هاي عندي سؤال إضافي على الفقرة هاي هس لاحظ انه انت الفقرة كلها افكارها بتجنن تعلخصها بشكل سريعي لا ما بعض حكينا ايا من البداية انه الحيوانات الان هي فعليا عندها القدرة انها تفهم التعليمات أساسية الان هاي التعليمات الأساسية تسمح للمسافرين انه يسيطروا على مين على اللي هو الهورسز وعلى اللي هو الكاملز اللي عندهم حكينا انه بالرغم من كل هذا الحكي اكثر الحيوانات ذكاء باستطاعتها انها تفهم اللي هو what we want them to do شلي بدنا منهم يعملوا منهم 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 حلو الان we have long assumed احنا اعتقدنا لفترة طويلة بس من باب الاحتياط assumed بمعنى اعتقدنا يعني بمعنى thought يعني بمعنى thought يعني برضو كمان اعتقدنا الان انه communication انه التواصل بين البني ادمين وين الحيوانات او ما بين الحيوانات نفسهم هذا الشي فكرنا احنا limited يعني الان محدود ولكن however وبالرغم من كل هذا الكلام يعني طلع مش محدود بالاخير شكرا للعمل يعني اللي هو الريسيرتش اللي هو البحث التي تم من قبل عالمة الطبيعة جين جوديل منذ اللي هو الستينيات وحكيانا الستينيات هي عقد يعني عشر سنوات يعني تن ييرز يعني دكيد حكيانا بعدها انه لازم نأخذ احنا بعين الاعتبار يعني بجدية ونكون حذرين من النتائج اللي طلعت فيهم جوديل لأنه طلعت بنتيجتين رئيسيات النتيجة الاولى اللي هي كانت انه انه هاي الحيوانات باستطاعتها نتتتاعت ان تفهم ما الذي نقوله او اللي هو complex ideas انه تفهم الافكار المعقدة complex بمعنى hard يعني اشي صعب معقد ممتاز اخواني الآن سننتقل انويا للفقرة وكطفلة نحكي عن جين قاعدين جين جوديل وهي صغيرة يا جماعة الخير جين loved احبت الآن reading قراءة الكتب اذا احبت قراءة الكتب المعنية الكتب المعنية بالفكشنل اللي هو ايش character اللي هو الشخصية الفكشنل اللي هو الغير واقعية تدعى دوكتر دوليتل هسا هذا الدوكتر دوليتل الآن كان بيحكي كود تاك يعني يستطيع التحدث مع مين مع الحيوانات الآن يستطيع التحدث مع الحيوانات هسا انا ما بعرف افلام الكرتون اللي عجيلكم ولكن انا بتذكر بهالزمنات الباص العجيب عجيلي في الباص العجيب يا جماعة الخير مثلا على سبيل المثال كان باص مدرسة عادي يصغر ويدخل جوه جسم البني آدم ويحكي عن اشياء لا دخل بالاحياء طبعا اشي اشي عن جد عن جد عن جد ابداعي بمعنى الكلمة الآن لاحظ انه هي كانت تتابع وتقرأ كتب معنية بهاي الشخصية اللي هي الغير واقعية لكن هاي الشخصية كانت داخل الكتب الآن بتحكي عن قصص انه هو كيف كان يخاطب ويتحدث مع مين مع الحيوانات هذا الشي يا شباب ويا صبايا اللي احنا حكيناه انه هي as a child الآن حكت او كانت تقرأ وتحب قراءة الكتب اللي المعنية بالشخص اللي هو داكتور دوليتيل الآن هو كود تاك والذي يستطيع التحدث للانمولز هذا الشي ربما ربما هذا الشي هاي هذا الشي رح نسأل عنها كمان شوي هذا الشي اللي احنا بنحكي عنه انه جين احبت قراءة الكتب الفكتشنال عن الفكتشنال كاركتور داكتور دوليتيل الذي استطاع التحدث مع الانمولز هذا الشي كله اللي هو inspired بمعنى الهمها الهمها الآن للذهاب الى to her to go للذهاب الى africa africa when she was in her twenties عندما كانت في العشرينيات ما كانت عشرين بالزبط كانت هاي في اس الجمع في العشرينيات يعني ما بنذكر قديش كان عمرها يمكن كان ما بين العشرين والتسعة وعشرين بالفترة هاي هذا الشي الهمها للذهاب معنى هون بدي اطلع انا بكلمة مش سهلة خطيرة جدا معنية بكلمة inspired هو motive اذا في عندي كلمة اسمها motive الدافع شو الدافع شو اللي دفع الآن جين شو اللي خل جين الهمها وخلى عندها دافع انها تروح على africa الشي اللي الهمها انها هي كطفلة احبت قراءة الكتب اللي هي عن الفكشنال character اللي هو داكتور دوليتيل والذي استطاع التحدث للحيوانات الآن يلا سؤال اختباس لو قلتلك اقتبس الجملة اللي بتبين اقتبس الجملة وين الجملة اللي بتحكي عن اللي هو انه جين او بتحكي عن الدافع اللي خل جين تروح على الجملة اللي حكت عن الدافع اللي خل جين تبدأ من عند as a child وتنتهي عند مين عند النقطة another يعني واشي ثاني another اللي هو word كلمة مهمة كلمة this لو سألني على مين بتعود this بتعود على السطر كامل على السطر مين على السطر كامل من عند as لحد النقطة من عند as لحد النقطة إذن this تعود على من عند as لحد النقطة طب لو سألنا طب وين راحت جين وين راحت جين راحت على وين على آفريكا راحت على وين على آفريكا قديش كان عمرها عشرين لا بنقوله راحت في عشرينياتها يعني لما كانت ما بين العشرين والتسعة وعشرين واخواني ديروا بالكم لأنه زي ما من عندنا وحكينا الرؤية تقول أنه احنا امتحاناتنا محوسبة معنا الكلام هذا الآن بإمكانه يجيب أي نوع محتمل من الأسئلة بغض النظر قوي أو ضعيف ويتلاعب بالخيارات يعني قلت لك قديش كان عمرها بحط لك عشرين بحط لك ثنين وعشرين بحط لك مثلا سبع وعشرين وبحط لك ما بين عشرين وتسعة وعشرين حسن لما يقول لك ما بين عشرين وعشرين قصده لتونيز أو ممكن ما يحط لك بين عشرين وعشرين يقول لك انهير توانتيز الآن خلص يعطيك العافية معنا تغير الإجابة الصحيحة ممتاز بيكمل بيقول هنا وهنا يعني لما وصلت آفريكا أي بمعنى قابلت قابلت يعني مت يعني بتصريف ثاني من الفعل مت هو مت يعني قابلت راحت على آفريكا وقابلت عالم موجود هناك والذي طلب والذي إيش طلب حسا هنا الطلب المقصود طلب يعني قدم عرض عليها الآن نكتب فوقيها كلمة آفر الآن نكتب فوقيها كلمة آفر معنات هذا الشخص إيجا والآن قابلته اللي هو العالم هذا قابلته هذا عالم مش معروف من هو طبعا الآن جين وصلت آفريكا وقابلت مجموعة من العلماء لقى تعلم هيك متضرف ووقف لحاله فقابلته الآن هذا العالم كانت تعالي يا جين شو رأيك أعرض عليك وأقدم لك اللي هو شغل معنا الآن قدم لجين إذا هي تريد إذا هي تريد وظيفة وظيفة بمعنى تراقب يعني كأنها تشاهد أسه هون المشاهدة هي ما رأيها تحضر فيلم لا هي تشاهد يعني إنها فعليا تشوف تحركاتهم تطلع على سلوكياتهم الآن رايحة تدرس الموضوع سوري رايحة تدرس إيش الموضوع المعني بالشمبانزيز اللي هي قرود اللي هو الشمبانزيز in the wild فيه اللي هو البرية في إيش البرية ممتاز إذن معنى الكلام هذا الفقرة هاي البسيطة اللي خفيفة الطيفة فقرة حلوة نقدرنا نطلع عنه إياكم باستنتاجات كثير حلوة حكينا إنه الآن في عندنا أول إشي اللي هو الموتف أو اللي هو الانسبراشن الشيء الهامي شو اللي ألهمها اللي هو إنها كانت تحب قراءة الكتب الفكشنال الفكشنال اللي هي أو الفكشنال المعنية بـ دولي تيل اللي بيحكي مع مين مع الحيوانات هذا الالهام هذا الموتف اللي حمسها إنها تروح وين على آفريكا متى في عشرينياتها الآن قابلة عالم العالم هذا شو سوى لها Asked أو Offered اللي هو ماضي الآن Asked أو Offered جين عرض على جين إنها تشتغل إذا هي بدها تشتغل الآن وهي تشتغل معاهم يعني Observing تراقب أو To Watch اللي هو مين الشمبانزي زوين بالحارة لا أكيد في الوايلد يعني وين في البرية طيب تعالوا نشوف الآن الأسئلة الموجودة على هاي الجزئية الآن في عندنا هون حكينا أنوياكم الثس الآن الثس على مين بتعود الآن الثس على مين بتعود الآن الثس بتعود يا صبايا ويا شباب حكينا على مين أنه As a Child من عند As a Child وصولا إلى النقطة أول جملة كاملة As a Child حكينا جين Loved أحبت اللي هو Reading قراءة اللي هو إيش الفيكشنال character أو About fictional character اللي هو Dr. Dolly Tell Who أو That اللي هو كان إيش اللي هو Talk اللي هو To Animals ممتازة هاي الجنة كلها الآن باجي بحطها هون ممتاز الآن السؤال اللي بعده نشوف إذا معني بالفقرة نفسها أو لا الآن بيحكي لنا هون quote the sentence اقتبس الجملة ممتاز اقتبس الجملة اللي بتحكي عن أخواني الآن هون في كلمات كثير مهمة أنا ما رح أقدر أفهم السؤال إذا ما عودت حالي على فهم هاي المصطلحات الآن اقتبس الجملة اللي بتحكي عن Reason behind السبب من وراء السبب من وراء من وراء ممتاز الآن أو الموتف ذات لد اللي هو الدافع الذي قاد الدافع موتف الدافع ذات لد بمعنى قاد يعني الشي اللي دفع Jane to go to Africa اللي هو بيسألك عن اقتباس لجملة اقتبس الجملة اللي خلى جين السبب من وراء انه جين راحت على أفريكا أو الدافع اللي هو الموتف يعني الذي قاد اللي هو جين الذهاب إلى أفريكا نفس الجملة اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هو as a child وصولا إلى ايش اللي هو talk to animals ممتاز الآن هذا الشي نفسه اللي حكينا عنه اياكم اللي هو موتف اللي هو نفس الشي inspiration اللي هو الالهام او الشي الالهام اللي هو جين ممتاز الآن ننتقل اياكم للسؤال اللي بعده بيحكي what did the scientist ask حلو ايش العالم طلب من او عرض على ask يعني هون بمعنى انه قدم وعرض يعني offer شو عرض اللي هو العالم على جين when she went to africa هو قدم لها وظيفة if she might want a job الآن as ايش اللي هو observing chimpanzees in the wild آخر سطر اللي هو الفقرة ممتاز الآن ننتقل على السؤال اللي بعده بحكي code the sentence which shows no لسه هذا على الفقرة اللي بعد هننتقل على الفقرة اللي بعدها يا شباب ويا صبايا الآن كل الملاحظات الآن اكيد عم تكتبوها واذا ما كتبتوها اكيد رح ترجعو لها وتكتبوها والملف الاسئلة الاضافية حكينا الآن بس تخلص القطعة بتبعتلي عشان ابعتلك ايها وتبلش نقطة هذا النوع من الجملة القصيرة الآن هي جملة مغرية لأسئلة الاقتباس فلما يجي يقول لك الآن اقتبس الجملة اللي بتقول انه she من هي she اللي هي jane إذن she هو المقصود فيها jane ما لها jane accepted يعني هي وافقت على العرض accepted the offer the offer يعني وافقت على العرض الذي قدمه العالم مش السطر اللي قبله قدم لها يعني الطلب منها اللي هو asked أو offered her job عرض عليها وظيفة معينة انها to observe انها تراقب الشمبانزي in the wild صح في البرية مش عرض عليها زي هيك الآن لسه ما جاوبت هي ففورا هي immediately يعني بشكل سريع يعني quickly immediately يعني quickly accepted يعني وافقت على العرض فالآن شفت السؤال اللي هسه شفناه قبل شوي حيقول لك اقتبس انا ما كنت عارف هاي الكلمة موقعها في هاي الجملة معنت الان راح اواجه مشكلة في عملية الاقتباس فبالتالي هي accepted the offer اي نعم هي وافقت على الوظيفة الآن جماعة الخير لما وافقت على الوظيفة الان بيحكي الان هي راحت هي she went ذهبت with her mother ما راحت لحالها معنت jane she الان ما راحت لحالها راحت مع she was with her mother كانت مع امها كانت مع والدتها مع والدتها حلو الان to the shores of lake اللي هو تنغانيا او تنغانيكا in tanzania to start her new job اذا هي راحت او ذهبت الى shores of lake اللي هو منطقة طبعا هاي موجودة في تنزانيا معنت هي موجودة في افريكا وتحديدا وين في تنزانيا اذا انا بهمني اعرف غير شغلة واحدة هي راحت على افريكا وين بتنزانيا هسا لو اجي حكالي وين بتنزانيا بحكيله shores of lake اللي هو ايش في الهي المنطقة اسمها تنجانيكا in tanzania تمام الان راحت هناك طب ليش راحت على تنزانيا احمد اذا احنا كنا عارفين ان رايح على افريكا هي صح بقولك صح لان بعد ما وافقت على العرض العالم حكالها طب اسمعي احنا بدنا ياكي تروحي على وين على تنزانيا عشان تبلشي هي تستارت her new job لكي تبدأ الان وظيفتها معنى لو سؤلنا ليش راحت على تنزانيا راحت على تنزانيا to start her new job للبدء بوظيفتها طبعا راحت لحالها يا جماعة الخير لا ما راحت لحالها راحت with her mother مع والدتها مع مين مع امها ممتاز 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 طيب and it was not long ولم تكن طويلا يعني ما دامت لفترة طويلة and it was not long لم تدم لفترة طويلة لم تدم لفترة طويلة يعني كانت short short period short period يعني فترة زمنية قصيرة short period فترة زمنية قصيرة كلمة period معنىها فترة و short بمعنى قصيرة فكانت لفترة زمنية قصيرة يعني لم تكن لفترة طويلة حتى اللي هو جين شيء اللي هو جين مالها made out a group أي بمعنى اللي هي التقت يعني قابلت بالضبط التقت أو قابلت قابلت الآن اللي هو مين اللي هو a group of شامبانزيز in the trees في على الأشجار يعني around an area حول منطقة حول منطقة مالها now called الآن تدعى called بمعنى تدعى تسمى اللي هو إيش the gomb stream national park إذن المكان اللي لقيت فيه أو أول مرة شافت فيه أول مرة شافت فيه اللي هو قردة الشامبانزيز كان في منطقة تدعى اللي هو gomb stream national park الآن هون يا جماعة الخير بدنا نعرف أنه إياكم ملاحظة كثير مهمة إنه أي نعم جين وافقت بمجرد ما وافقت طلعت هي أمها وين راحوا على تنزانيا الآن بتنزانيا لما وصلت هل عارفة رايحة تعمل اللي هو observing شامبانزيز مش حكينا بالسطر اللي قبل أو الفقرة اللي قبل إنه عرض عليها العالم إنه لازم تشتغلي إذا بدك شغل تشتغلي to observe أي تراقبي يعني تشاهدي اللي هو قردة الشامبانزيز في الوايلد حكيت أكيد يس أنا وافقت على العرض فلما طلعت هي أمها حكيت هي الروحي على تنزانيا لأن لما راحت على تنزانيا وصلت الآن على تنزانيا ما طول يعني ما قاعدت أشهر أيام حتى لقت قردة شامبانزيز لأنها في الوايلد في البرية إحنا شغالين معنات ما طول الموضوع هيو it didn't take long يعني it wasn't long ما كان لفترة زمنية طويلة يعني كان لفترة زمنية قصيرة فأخذت معها فترة قصيرة حتى لقطت وشافت وقابلت اللي هو أول قروب من قردة الشامبانزيز كانوا على شجرة الآن هذا المكان اللي كانوا فيه في منطقة الآن تدعى كان قبل فترة كان مثلا منطقة مفتوحة في البرية الآن أصبح national park يعني محمية national park يعني إيش محمية طبيعية اسمها gomb stream هذا اسم الآن المحمية اللي هي فيها ممتاز حسا جماعات الخير هيك بالطريقة هاي انت لاحظ أنه قصة قصة حرفيا قصة بتجن بتسطل صارت الآن مزروعة بذهنك وحرفيا حرفيا كل كبيرة وصغيرة إحنا الآن قدرنا نغطيها بأسئلة إضافية يعني حتى القطعة نفسها في الكتاب ما عليها الأسئلة الكبيرة يعني أسئلة عادية جدا اللي عليها فمش إشكالية عادي بنطلع أكبر عدد ممكن من الأسئلة بننخلها تنخل حتى الطالب عن جد يستطيع لو إيجاد قطعة زي هاي القطعة وقطعة محرزة أنها تيجي الآن يقدر يحل كل إجابات تعالوا تشوف الآن هون بحيلا quote the sentence which shows اقتبس الجملة التي تظهر أنه جين accepted the offer أنه جين وافقت على العرض طب شو العرض اللي تقدم لها جين هو ما في غير عرض واحد العالم اللي حكاها تروحي تعملي observing على الشمبانزيز observing على الشمبانزيز وافقت الجملة اللي بعدها فوراً اللي كصيرة اللي قلنا عنها وافقت على السريع على السريع immediately يعني بشكل سريع مراتوا إذن الجملة هاي she accepted اللي هو or she immediately اللي هو accepted أو said yes ممتاز إذن هاي أول إيش أول سؤال على الفقرة was jain traveling alone هل كانت جين مسافرة alone وحيدة لحالها لآفريكا بتنزانيا هل كانت لحالها لا كانت مع her mother بقول له no الآن she was traveling with her mother with her mother ممتاز الآن ننتقل على السؤال اللي بعده ونشوفه بحكي لي where exactly in africa when بالضبط where exactly أين بالضبط بإفريقيا عرض على jain أو jain كان المفروض to start her new job إذن jain عرض عليها وظيفتها الجديدة أو jain المفروض إنها تبدأ وظيفتها الجديدة وين بالضبط بإفريقيا حكينا اللي هو بتنزانيا الآن ممكن أنا أقول اللي هو الكلام اللي قبل اللي هو the shore إلى آخره في تنزانيا وبرضو بالحالتين صح ممتاز الآن حول بحكي لك did jain شوف ما أحلى السؤال شوف ما أحلى السؤال وما أخطره did jain have to wait هل jain انتظرت طويلا to see لتشاهد أو to experience مش لتجرب بالمعنى الحرفي لتعيش تجربة مراقبة ومشاهدة مجموعة من الشامبانزيز هل انتظرت طويلا حكي لي لا حكي لي it was not long يعني كانت short period يعني كانت فترة قصيرة ففعليا هي ما انتظرت she didn't wait long لا هي ما انتظرت لفترة زمنية طويلة بس ديروا بالكم يعني بيقولك to see يعني بيقولك to experience وممكن يقولك to observe الآن observe observe to observe يعني انها تراقب وانها تشوف اللي هو قردة الشامبانزيز وحكينا لا لأنه هذا الشي اللي أنا وياكم فاهمينه من القطعة بحكي لي هون where did she have her first experience يعني بيصيغ السؤال بطريقة مختلفة اين اين يعني بيسأل عن مكان اين بيسأل عن مكان where did she have her first experience اين كانت اول تجاربها making contact عمل تواصل اللي هو مع group of شامبانزيز كان اول اللي هو احتكاك هخ نسميه مع قردة الشامبانزيز كان في national park بمنطقة حكينا تدعى اللي هو غومبي او اشي زي هيك national park الان هذا الشي او هذا المكان اللي اللي عاشت تجربتها اول تجاربها مع قردة الشامبانزيز اين 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 لحد هون لكل شي قرأنا فاخواني الان لاحظوا انه الشغل هيك ممتع اكثر اي نعم هي القطعة طويلة ولكن اذا قدرنا اياكم نشتغل فيها بالطريقة هاي انا 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 متأكد مليار انه كل واحد حضر الفيديو هذا اكمله فهم القطع وحط بجيبته الان لو لو حسيت لحظة معينة من لانك تشتتت لانك ما كنتش مركز صرحت شوية وصرحت تعيد الفيديو مرة ومرت وثلاث واربعة والف عادي جدا اذا انت تحضر على البطاقة انت عارف وفهم انك بتعيد 7000 مليون مرة مش مش مشكلة الان اذا انت كنت طالب اذا نزلت على الفيسبوك وعلى اليوتيوب تقدر تعيد ها اليارة عافية الان جزء رقم واحد انتهى الان اشوفكم بجزء رقم اثنين من تكملة شرح هاي القطعة زاد حل اسلتها للكتاب والاضافية لانت طارحها وان شاء الله ربي يعطيكم الف عافية كل التوفيق طلابي وكل الاحترام ربي يسعر مساكم يعطيكم الف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته